اشتركوا في القناة موجود في منزلة العواء وهي منزلة الربح والحرية والزواج ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ستة وتسعة واربعين دقيقة من مساء اليوم الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة السماك الأعزل وهي منزلة للصلح والدواء والضرر والتصليح وبما انه القمر موجود في برج العذرة معناته اليوم منعود لطبيعتنا الجادة مننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا في المحافظة على وزن مناسب منقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك واردئ أو شاردئ دون تفحصها منجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام ومنشعر أن الناس شحيحون في عطاهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتوهم أمراض ما إلها أي وجود هاي أفضل فترة للتخلص من عادي سيئة كالتدخين وشرب الكحول وبوسع نقتنع حيوان أليف ومطالعة كتاب مفيد والبدي بوظيفة أو عمل جديد بالنسبة للزوايا البطيئة طبعا في عنا ثلاث زوايا بطيئة ما زالت قائمة الزاوية الأولى هي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين نبتون وهي تأثيراتها لغاية يوم 18-12 بتجعل البعض يعيشوا في أوهام من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتدل على عدم استقرار على المستوى السياسي في حكومة ما ومشاكل في القطاع البحري وربما غرق بعض السفن أو البواخر أو هاي برضو زاوية بتزيد من نفوذ بعض الجماعات المتطرفة المعارضة لحكومة ما طبعا أو التعرض لبعض الظواهر البحرية كالفيضانات والطفنات وربما يكون هناك تسرب للغاز أو حوادث تسمم جماعي وكذلك ارتفاع في أسعار النفط أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين زحل وهاي تأثيراتها لغاية يوم 17-12 بتجعل أو بتحسن من قدرتنا على تنظيم شؤنا وبرضو بتعطينا قدرة على تحمل المسئولية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس منفصل إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وتأثيراتها لغاية يوم 16-12 هذه زاوية بتزيد من نمو الأموال والأملاك وبتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسببنا الإحساس بالكآبة وأول ميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية اللي مع القمر فأول زاوية هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد وهي ذروتها الساعة 9 ودقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها من ساعات منتصف الليل ولغاية ساعات المساء منشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون ذروتها الساعة 11 و 29 دقيقة ظهرا بتوقيت جرانيتش يعني تأثيراتها من ساعات الصباح ولغاية ساعات المساء بتجعل بعض الأشخاص يجنحوا إلى العيش في عالم وهمي من نسج خيالهم بعيد عن الواقع وبتجعلنا غير عمليين في تصرفاتنا وبنعتمد في مشاعرنا على مشاعر الآخرين أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهي راح تكون ذروتها الساعة 3 و 41 دقيقة بعد العصر يعني برضو تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات المساء هاي زاوية بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم عنا البنكرياس، العمعاء الدقيقة، الأعور، القولون، الجهاز الهضمي، الاثنى عشر، المستقيم، أجهزة الإحساس اللي هي العيون والأذنين بالنسبة لهذا اليوم يوصى بإجراء العمليات الجراحية دون الأعضاء اللي ذكرناها قبل قليل ويعتبر هذا يوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بما أن القمر موجود في برج العذرة معناة خلو المسار القادم رح يبدأ يوم الجمعة 16-12 بيبدأ تمام الساعة 7 و 12 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش وبيستمر حتى تمام الساعة 7 و 48 دقيقة مساء لا يستقر القمر بعدها في برج الميزان أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المربع عمره 22 يوم في تمام الساعة 9 و 4 دقائق مساء بتوقيت جرينيتش بيصير عمره 23 يوم نسبة الإضاءة بتصير 58% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس حتى يوم 21-12 منتحسة هي الآن بنسبة 50% ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة 25% ساعات العصر بترجع منتحسة بنسبة 50% القمر في العذرة حتى يوم 16-12 سعيد هو الآن بنسبة 70% في ساعات الصباح بصير سعيد بنسبة 45% ساعات العصر بصير سعيد بنسبة 15% معني تقريبا رح يحافظ على نفس النسبة لساعات المساء أما بالنسبة لعطارد في الجدي حتى يوم 29-12 سعيد بنسبة 85% الزهرة في الجدي حتى يوم 3-1 منتحس بنسبة 10% المريغ في الجوزة بيتراجع حتى يوم 12-1 سعيد بنسبة 15% المشتري في الحوت حتى يوم 20-12 منتحس بنسبة 25% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% وأورانس في الثورة بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% نبت في الحوت حتى يوم 36 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 23-3 وصلنا إلى التوقعات اليومية برج الحمل أنجزوا ما بوسعكم من العمل المتراكم دون المبالغة في ذلك بدكم تنتبهوا لغباءكم وراحتكم ممكن تشعروا بالإرهاق بسبب كثرة الأعباء نظموا عملكم بشكل جيد حاولوا أنكم ما تهملوا الواجبات خلال هذا اليوم وحاضروا من التبذير ممكن تعالجوا مسائل اليوم مالية وممكن تجدوا بعض الحلول لأمور العلاقة بالفواتير المتوجبة عليكم برج الثور بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم وما بيتخلى الحظ المالي والعاطفي عنكم حاولوا ترتيب الأوضاع اللي تراجعت في الأيام السابقة صححوا الانطباعات عنكم اثبتوا للمشككين بأن طاقتكم عالية وعندكم قدرة على إنجاز الكثير من الأمور لا تستسلموا للضغوط قبل تحقيق الإنجاز فعشان هيك اليوم بدكوا تثابروا برج الجوزاء بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم واليوم رح تجدوا تعاون من أفراد العائلة أهم شي انك تهدؤوا من روعكم ومحاولوا توقفوا يعني هيك توقف تفكيرك لو قليل ممكن تقلق بشأن أحد أفراد العائلة أهم شي انك ما تختلق المشاكل ما تخالف الرأي العام وما تناقش بجفاء بل ناقش بليونة تامة برج السرطان بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات ويعتبر هذا يوم مناسب لاجتياز امتحان وبإمكانك تعزيز العلاقة مع الإخوة أو الجيران وبتكثر عندكم التنقلات وحركة التواصل تعتبر فترة ممتازة لعقد مؤتمر أو للقيام برحلة أهم شي منك ما تكثر المطالب وتجنب الاعتماد على سلوب قاسي بالتعامل مع الغير وابتعد عن التحديات برج الأسد تم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي مع هيك بتكونوا حذرين من النفقات امتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية ممكن تناقشوا موضوع مالي أهم شي ما تتسرعوا في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك وحاول أنك تكون عاقل ومتيقظ قبل التوقيع على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد برج العذراء ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبيعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة ادعى من مكانتكم الاجتماعية اليوم ممكن تحسموا أموركم وتقرروا على أي شيء جديد وبتفرحوا لا انفراج ولا تسوية أو لا تطور أمر ما تلفت نظر الآخرين بأفكاركم الخلاقة وسرعة بديهتكم ممكن اليوم تنهي المفاوضات لصالحك برج الميزان يوم آخر بيتطلب منكم الانتباه بشكل جيد لصحتكم وعدم المبالغة في إنجاز ما لديكم من عمل متراكم لأن القمر موجود في بيت المتاعب فبتكوا تصبروا هاليومين هذول لحديد ما يوصل لعندكم فعشان هيك بتعيشوا في دوام من الكآبة أو الإحباط وتعتبر هاي فترة فيها إرهاق وتقاعص عشان هيك بتكوا تبتعدوا عن الأجواء الصاخبة والأماكن المقتضة وابحثوا عن الهدوء والسكينة برج العقرب بوسعكم تعزيز صداقاتكم خلال هذا اليوم ومنكم أشخاص اليوم ممكن يحققوا أمني بمساعدة صديق ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ممكن يطلب منكم اليوم خوض تجربة اجتماعية جديدة ومهمة وتتاح لكم الفرصة في غربلة ومعرفة الصديق من العدو حاولوا أنكم تظهروا انفتاح واهتمام أكثر برج القوس يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بالدفع بمصالحهم وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة في مجال عملكم بتطلقوا عرض أو ممكن تجد نفسك في موقع مهم فحاول أنك تكون عند حسن الظن تجنب الانفعال والقرارات المرتجلة وحاول أنك تبعد عن التصرفات العدائية والحدية وحاذر من الحوادث برج الجدي بتنشطوا في مجال الدراسة والسفر والاتصالات لا سيما لبعيدة وبتشعروا بقوة العاطفة وتجاوب أحباكم معكم اليوم الأجواء جيدة بل أكثر من جيدة بتفرحوا لإنفراج ملموس وبترتفع فرص النجاح عندكم بشكل قوي جدا وبتشتد عزيمتكم وممكن تقوموا بخطوة مباركة أو تطلقوا إشارة إيجابية وتعتبر هذه فترة مناسبة لإلتقاط أنفاسكم بعد العواصف برج الدلو بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة بتصير متاحة لمكسب مالي مع هيك بتخففوا من النفقات المتصاعدة وحاولوا أنك تطلب رأي الشريك قبل التمسك بقراركم ابتنشغلوا بمسائل مالية وهموم صحية وعائلية وباستطاعتكم بحث موضوع بيتعلق بقرض أو تمويل أو ميراث أهم إشي أنه ما تهملوا التفاصيل الدقيقة برج الحوت يوم مناسب لتعزيز شراكاتكم سواء في مجال العمل أو في مجال العاطفة ولكن هذا اليوم يعني يعتبر من الأيام المناسبة لأتمام خطبة أو زواج أو توقيع عقد تجاري ولكن بتكتحذروا من توجيه أي كلام جارح أو نابي أو بغير محل لأي كان ممكن اليوم تتواجه خصم شرس أو مستفز وتشتد المنافسة بينكم أهم إشي أنك تضبط أعصابك وما تخالف القانون عشان ما تصير أنت المدهن هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يهرض الله ورض الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء